الصف التاسع الأساسي كتاب التاريخ الوحدة التعليمية الثانية بعنوان تغييرات سياسية تقدمت مبادر الضوء بصوت ريناس إبراهيم الدرس الثاني بعنوان الوطن العربي بين المؤامرات والاحتلال يغطي هذا التسجيل الصفحات من 57 حتى 66 مر الوطن العربي بمرحلة حرجة في تاريخه الحديث تمثلت بوقوعه تحت الاحتلال الأوروبي الذي عمل على نهب ثرواته واستغلال خيراته الوطن العربي بداية القرن العشرين اتبعت كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا إجراءات مختلفة لفرض سيطرتها على أراضي الوطن العربي وفق مراحل الخريطة رقم خمسة تبين مناطق الاحتلال الغربي للوطن مناطق الاحتلال التي تشمل مريتانيا والجزائر وتونس وسوريا ولبنان منطقة الاحتلال الإسباني تشمل أجزاء من مريتانيا وأجزاء من المغرب منطقة الاحتلال الإيطالي تشمل ليبيا وأجزاء من الصومال وجيبوتي منطقة الاحتلال البريطاني تشمل السودان ومصر واليمن والإمارات والعراق والأردن والكويت وفلسطين فقرة أبن أفكار 1- ما أهمية المناطق التي احتلتها بريطانيا كثرة خيراتها وموقعها الهام على طريق الهند 2- ما أهمية المناطق التي احتلتها فرنسا كثرة خيراتها وموقعها الهام على طريق الهند 3- رتب على الخط الزمني الآتي الدول العربية وفق تاريخ احتلالها الأوروبي من الأقدم إلى الأحدث الجزائر عام 1881 تونس 1882 مصر 1885 الصومال 1898 السودان 1911 المغرب 1912 موريتانيا وليبيا 1914 العراق 1918 سوريا 1920 فلسطين 1924 اليمن 1939 هموم واحدة ومصير مشترك حضر مؤتمر الصلح في باريس عام 1919 مجموعة من الوفود العربية لكي تعرض قضيتها أمام المحافل الدولية حيث ساد جو من المنافسة بين الدول الغربية لاقتسام أملاك ألمانيا والدولة العثمانية الخاسرتين في الحرب العالمية الأولى التي كانت منذ 1914 حتى 1918 وفي كواليس المؤتمر التقى الأمير فيصل سعد زغلول الذي كان في باريس يعرض القضية المصرية واشتكى له من بريطانيا وتخليها عن وعودها فكتب سعد قائلاً كانت شكوى فيصل أمر من شكوايا من الإنجليز فقد خدعوه وكان هدفهم احتلال كل المنطقة العربية بالاقتسام مع فرنسا وافق المؤتمر على نظام الانتداب أي اختيار إحدى الدول الحليفة بريطانيا وفرنسا لتتولى السيطرة على البلاد العربية بحجة أن أهلها غير قادرين على إدارة أنفسهم بأنفسهم سلبي لأنها أظهرت تفرق العرب وعدم توحد كلمتهم اثنان ماذا نستنتج من ابتداع الحلفاء نظام الانتداب في مؤتمر الصلح؟ غدر المستعمر واستخدامه الحيل للسيطرة على البلاد العربية ثلاثة ما المشكلة المشتركة بين الوفدين العربيين؟ خداع الإنجليز لهم أربعة هل كان هناك أي أمل ليحقق العرب أهدافهم في مؤتمر باريس عام 1919؟ وما الدليل؟ توحيد الموقف العربي لأن الوحدة قوة خمسة تعتمد الدول الغربية على تخطيط مسبق لتحقيق أهدافها كيف تجلى ذلك في مؤتمر باريس؟ من خلال الموافقة على نظام الانتداب تقسيمات سان ريمو عام 1920 ميلادي اجتمع المجلس الأعلى للحلفاء في مدينة سان ريمو الإيطالية في نيسان عام 1920 حيث تمت دراسة شروط الصلح مع تركيا بالإضافة إلى وضع ترتيبات الانتداب في المناطق العربية ورسم مستقبلها المبنية على التجزئة تبين الخريطة رقم 6 تقسيمات مؤتمر سان ريمو عام 1920 لبلاد الشام والعراق فقرة أبني أفكاري 1- ماذا تستنتج من خريطة سان ريمو عام 1920 تفاهم الدول الأوروبية على تقاسم المنطقة العربية 2- ما التعديلات التي طرأت على مضمون اتفاقية سايكس بيكو في اجتماع سان ريمو عام 1920 3- إلغاء المنطقتين العربيتين ألف وباء وتخلي فرنسا عن البصرة لبريطانيا 3- أعد سياغة معلومات الخريطة لتصبح نصا يتضمن قرارات مؤتمر سان ريمو مراعيا استخدام المصطلحات الآتية تجزئة اقتسام أراضي وخيرات تطبيق وعد بلفور المشروع الصهيوني اتفقت فرنسا وبريطانيا على اقتسام خيرات الوطن العربي وتجزئة أراضيه على الشرق شكل التالي انتداب فرنسا على سوريا ولبنان انتداب بريطانيا على العراق والشرقي الأردن مع تطبيق وعد بلفور لضمان نجاح المشروع الصهيوني الخطوة الأولى نحو حياة ديمقراطية بعد إدراك الشعب العربي السوري الهدف الحقيقي من المؤامرات الدولية عقد مؤتمر وطني سمي المؤتمر السوري العام عام 1919 من خلال إجراء انتخابات شرعية تجمع ممثلين عن المناطق السورية كان المؤتمر بمثابة برلمان رفض كافة القرارات والخطط والمؤامرات الغربية مؤكدا على الاستقلال التام لسوريا الطبيعية ووحدة أراضيها وعدم قبول الانتداب الفرنسي ووعد بلفور كما دعا إلى استقلال العراق دون أن تكون هناك حواجز اقتصادية بينه وبين السوريا الشكل رقم ستة بلدية العاصمة المكان الذي أعلن فيه المؤتمر السوري فقرة أبني أفكاري واحد ما الخطوة التي قام بها الشعب العربي السوري ردا على المؤتمرات الأجنبية عقد مؤتمر وطني سمي المؤتمر السوري العام عام 1919 اثنان ما النقاط التي أكد عليها المؤتمر السوري العام إجراء انتخابات شرعية تجمع ممثلين عن المناطق السورية رفض كافة القرارات والخطط والمؤامرات الغربية مؤكدا على الاستقلال التام لسوريا الطبيعية ووحدة أراضيها وعدم قبول الانتداب الفرنسي ووعد بيلفور كما دعا إلى استقلال العراق دون أن تكون هناك حواجز اقتصادية بينه وبين سوريا ثلاثة كيف عبر المؤتمر عن الديمقراطية كان المؤتمر بمثابة برلمان أربعة ما دلالة عقد المؤتمر السوري العام الوعي لدى الشعب معركة ميسلون عام 1920 تنفيذاً لاتفاق سانريمو وجه الجنرال جورو انذاراً للحكومة العربية في دمشق تضمن قبول الانتداب الفرنسي والتوقف عن دعم الثوار والتصرف بسكة رياق حلب الحديدية وإلغاء التجنيد الإجباري في سوريا وقبول العملة الورقية التي أصدرتها فرنسا وعلى الرغم من قبول الحكومة هذه الشروط إلا أن وزير الحربية يوسف العظمة أكمل الاستعدادات الحربية اللازمة لمواجهة القوات الفرنسية فجهز قوات الجيش وانضم إليه المتطوعون وتم حفر الخنادق ونصبت المتاريس والأسلاك الشائكة في حين استقدمت فرنسا أعداداً كبيرة من الجنود وألقى طيرانها المنشورات في دمشق وحلب وحما تدعو السكان إلى قبول الانتداب في صبيحة السبت 24 تموز 1920 بدأت المعركة في ميسلون وقد تمكنت قوات الجيش العربي السوري من الصمود طوال يوم المعركة لكن أسلحة القوات الفرنسية وتعدادها مكنها من التقدم فسقط العديد من الشهداء في مقدمتهم وزير الحربية يوسف العظمى وأصبحت دمشق بيد الجيش الفرنسي لتبدأ مرحلة جديدة في سوريا هي مرحلة الاحتلال الفرنسي الشكل سبعة لوحة تمثل جانب من معركة ميسلون يبدو في المقدمة وزير الحربية يوسف العظمى فقرة أبني أفكاري واحد ما أعمال الجنرال غورو لتنفيذ اتفاق سان ريمو وجه الجنرال غورو انذارا للحكومة العربية في دمشق تضمن قبول الانتداب الفرنسي التوقف عن دعم الثوار التصرف بسكة رياق حلب الحديدية إلغاء التجنيد الإجباري في سوريا قبول العملة الورقية التي أصدرتها فرنسا اثنان كيف أثر احتلال فرنسا المناطق الداخلية على ثورات المنطقة الغربية انضمام الثوار لثورات الساحل ثلاثة ما أهمية معركة ميسلون مثلت نقطة بداية للصراع مع المستعمر الفرنسي أربعة كيف استعد الوطنيون لمعركة ميسلون عام 1920 جهز يوسف العظمى قوات الجيش وانضم إليه المتطوعون وتم حفر الخنادق ونصبت المتاريس والأسلاك الشائكة خمسة ما نتائج معركة ميسلون بسبب أسلحة القوات الفرنسية وتعدادها مكنها من التقدم فسقط العديد من الشهداء في مقدمتهم وزير الحربية يوسف العظمى وأصبحت دمشق بيد الجيش الفرنسي لتبدأ مرحلة جديدة في سوريا هي مرحلة الاحتلال الفرنسي النقيب نازك العابد تميزت نازك العابد بنشاطها ونضالها ضد الاحتلال الفرنسي في سوريا ولبنان كان لديها معرفة باللغات الأجنبية واهتمام بعلم التمريض والإسعاف أسست مدرسة بنات الشهداء وأثناء معركة ميسلون كانت ضمن الفرقة العسكرية فأنشأت مستشفى ميدانيا لعلاج الجرحة حازت على وسام رئيس فخري برتبة نقيب نظرا لخدماتها الاجتماعية والإنسانية وعندما اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 كانت نازك أحد ثوارها ساعدت ثوار الغوطة كونها خبيرة في جغرافية المنطقة ثم شاركت في المؤتمر النسائي العربي في القاهرة عام 1938 لدعم القضية الفلسطينية الشكل ثمانية نازك العابد من مواليد 1887 حتى 1959 فقرة أبن أفكاري واحد بماذا تميزت نازك العابد تميزت نازك العابد بنشاطها ونضالها ضد الاحتلال الفرنسي في سوريا ولبنان كان لديها معرفة باللغات الأجنبية واهتمام بعلم التمريض والإسعاف اثنان صنف أعمال نازك العابد وفق الجدول الآتي ما بين سياسية واجتماعية سياسية كانت نازك أحد ثوار الثورة السورية الكبرى ساعدت ثوار الغوطة كونها خبيرة في جغرافية المنطقة ثم شاركت في المؤتمر النسائي العربي في القاهرة عام 1938 لدعم القضية الفلسطينية اجتماعية أسست مدرسة بنات الشهداء وأثناء معركة ميسلون كانت ضمن الفرقة العسكرية فأنشأت مستشفى ميدانيا لعلاج الجرحة ثلاثة كيف تقيم حصولها على وسام رئيس فخري برتبة نقيب تقدير لجهود المرأة السورية في المشاركة في الحياة العامة السياسية والعسكرية والاجتماعية فرض التجزئة عمدت فرنسا بعد الاحتلال إلى إنهاء الحكومة العربية في دمشق وأقامت مكانها إدارة فرنسية مع الاعتماد على موظفين فرنسيين من أصحاب الخبرة الذين كانوا سابقا في إدارة الجزائر المحتلة وطبقت سياسة التجزئة فرق تسود وأتمت اتفاقها مع تركيا عام 1921 بأن تنازلت لها عن منطقة كيليكيا كما فرضت ثقافتها بجعل اللغة الفرنسية لغة رسمية كالعربية ودرست جغرافيتها وتاريخها وأجبرت طلاب المدارس على تحية علمها وإنشاد نشيدها الوطني في حين أقام الإنجليز حدودا مع مناطق الاحتلال الفرنسي في فلسطين بهدف إضعاف الروابط مع سوريا الخريطة رقم 7 تقسيمات الاحتلال الفرنسي لسوريا دولة حلب دولة جبال اللاذقية دولة لبنان الكبير دولة دمشق دولة جبال العرب أبني أفكاري 1. حد التقسيمات المناطق في سوريا كما فرضها الاحتلال الفرنسي دولة حلب دولة اللاذقية دولة دمشق دولة جبال العرب 2. ما الدولة العربية التي تم تشكيلها نتيجة تطبيق سياسة الاحتلال الفرنسي فرق تسعد على سوريا دولة لبنان الكبير 3. صنف اجراءات فرنسا في سوريا من الناحية الاقتصادية السياسية الثقافية الاقتصادية عمدت فرنسا فصل الساحل عن الداخل لخنقه اقتصادياً جعل البلاد سوق لتصريف منتجاتها السياسية السياسية عمدت فرنسا الى انهاء الحكومة العربية في دمشق اقامت ادارة فرنسية مع الاعتماد على موظفين فرنسيين من اصحاب الخبرة الذين كانوا سابقاً في ادارة الجزائر المحتلة طبقت سياسة التجزئة فرق تسد واتمت اتفاقها مع تركيا عام 1921 بان تنازلت لها عن منطقة كيليكيا الثقافية فرضت ثقافتها بجعل اللغة الفرنسية لغة رسمية كالعربية ودرست جغرافيتها وتاريخها واجبرت طلاب المدارس على تحية علمها وانشاد نشيدها الوطني أربعة ما هدف فرنسا من فرض الثقافة الفرنسية بهدف فرض ثقافة المحتل وتمصي الثقافة العربية خمسة فسر فصل فرنسا المناطق الساحلية عن الداخل لعزل الداخل عن العالم الخارجي واحتكار التجارة على شواطئ المتوسط ذروة المقاومة السورية أدت سياسة الاحتلال الفرنسي إلى قيام العديد من الثورات كان أبرزها الثورة السورية الكبرى من 1925 حتى 1927 التي انطلقت من جبل العرب بقيادة سلطان باشر الأطرش الذي أذاع بيانا يدعو فيه الشعب العربي السوري إلى الثورة على الاحتلال الفرنسي فسارع السوريون لتلبية النداء معارك مشرفة خاض السوريون سلسلة معارك في الثورة السورية الكبرى الكفر والمزرعة والمسيفرة في السويداء والزور الأولى والزور الثانية في ريف دمشق وقد بدأت معركة الكفر عام 1925 بعد مهاجمة ثوار مركز صلخض فقرر الاحتلال الفرنسي إعادة هيبته في جبل العرب بإلقاء القبض على سلطان باشر الأطرش ومن معه فوجه لهذا الغرض حملة عسكرية إلى قرية صلخض لكن سلطان الأطرش كان يتتبع الحملة الفرنسية منذ انطلاقها من السويداء حتى اتخذوا معسكرا لهم في موقع الكفر فقسم قواته وفق طبيعة الأرض وحجم القوة المعادية وكيفية تمركزها إلى ثلاث مفارز مشات رجالة ومفرزتي فرسان خيالة فجاء هجوم الثوار على الحملة الفرنسية محكما وعنيفا بشكل لم يتمكن الفرنسيون من تنظيم أنفسهم في المعركة كما يجب ونفدت ذخيرتهم خلال ساعة من القتال العنيف الشكل 9 رسم تمثيلي لمعركة الكفر ضد الاحتلال الفرنسي عام 1925 مفرزة المشات مهمتها التحرك بحذر والتقرب ما أمكن من الناحية الجنوبية الغربية للمعسكر مفرزتاء الخيالة مهمتهما التقدم من الشرق على جبهة واسعة بغية مهاجمة المخيم بالتتابع منطقة وعرة يسهل الاحتماء بها للقضاء على الجنود الذين سيحاولون اتخاذ أماكن مناسبة لهم للقتال فيها جهة الشمال الشرقي والجنوب الشرقي وهي مناطق مفتوحة نسبيا وتسهل حركة الخيالة فيها عوامل النصر توافرت في معركة الكفر عوامل النجاح من التحضير الجيد ومعرفة أرض المعركة مسبقا بصورة دقيقة والمهارة في استخدامها من حيث التضاريس والسواتر السرعة والفعالية في التنفيذ بسالة المنفذين في أدائهم لمهامهم الشكل رقم عشر سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى منذ 1925 حتى 1927 ضد الاحتلال الفرنسي أبني أفكاري واحد أين تجد دقة التخطيط للمعركة في تتبع سلطان الأطرش الحملة الفرنسية منذ انطلاقها من السويداء حتى اتخذوا معسكرا لهم في موقع الكفر اثنان كيف يظهر لك المخطط براعة مفرزة الخيالة من خلال التتبع في مهاجمة المخيم ثلاثة على ما يدل تقسيم سلطان باشا الأطرش لقواته وفق طبيعة الأرض يدل على معرفته المسبقة بطبيعة الأرض أربعة برأيك أي العوامل تعده العامل الحاسم في نصر معركة الكفر ولماذا في تنفيذ ثوار المهام بشجاعة وبسالة خمسة ما أثر السرعة والفعالية في نصر معركة الكفر لها دور كبير في تحقيق عنصر المفاجأة للعدو دمشق تقاوم امتدت الثورة السورية الكبرى إلى دمشق فأعلنها في الغوطة حسن الخراط ومحمد الأشمر بينما أعلنها في حما فوز القاوقجي وفي دير الزور عائلة عياش الحاج وفي بادية تدمر رمضان شلاش وفي جبل لبنان زيد الأطرش وحقق ثوار انتصارات داخل مدينة دمشق رد عليها المندوب الفرنسي بقصف المدينة ولم توفر آلة الحرب الفرنسية من مدفعية وطائرات بشرا ولا حجرا ولا شجرا حتى تحولت المدينة إلى كومة حطب كما وصفتها الصحفية الفرنسية أليس بولو التي كانت موجودة في دمشق أثناء قصفها قائلة تظهر دمشق من قمم هذه الجبال وكأنها كومة حطب مشتعلة الخراب يعم كل أرجاء المدينة الشكل رقم 11 استمر القصف من يوم الأحد 18 تشرين الأول 1925 حتى مساء الثلاثاء 20 تشرين الأول 1925 خاصة على حي سيد عامود التي أصبح أثرا بعد عين فدمر بالكامل ولم يبقى منه سوى البيمرستان النوري صدى الثورة أهم نتائج الثورات السورية ضد الاحتلال الفرنسي ازدياد ترابط أبناء مختلف المناطق السورية وإجبار الاحتلال الفرنسي على القيام بإصلاحات إدارية وإعادة توحيد سوريا والمفاوضة مع الوطنيين وإجراء انتخابات وطنية لإنشاء جمعية تأسيسية ووضع دستور للبلاد أبني أفكاري واحد ما هدف الاحتلال الفرنسي من قصف مدينة دمشق ردا على تحقيق الثوار انتصارات داخل مدينة دمشق اثنان فسر امتداد الثورة إلى كل المدن السورية ترابط أبناء الشعب السوري ثلاثة ما ردة فعل الاحتلال الفرنسي مدعي الحرية وحقوق الإنسان على دمشق قصف دمشق بالمدفعية والطائرات أربعة بما تفسر إجراء فرنسا مفاوضات مع الوطنيين أن الخيار الأفضل للحصول على تنازلات من العدو المقاومة خمسة ما أهمية شمولية الثورة السورية الكبرى لكل المدن السورية ساهمت في تشتت القوات الفرنسية وإجبار الفرنسيين على المفاوضات ثورات كبرى إن شمولية الثورة السورية الكبرى وأهمية نتائجها جعل منها نموذجا لبقية ثورات الوطن العربي فيما بعد عام 1935 الثورة الفلسطينية الكبرى فرضت بريطانيا انتدابها على أرض فلسطين وعملت على تسهيل تطبيق وعد بلفر فدعمت تزايد الهجرة اليهودية بشكل كبير وتأسيس الوكالة اليهودية واحتلال الأراضي وفرض اللغة العبرية لغة رسمية ومحاربة اللغة العربية فانطلقت الثورات ضد سياستها أبرزها الثورة الفلسطينية الكبرى التي بدأت على يد الشيخ عز الدين القسام عام 1935 وبعد استشهاده قاد فخر عبد الهادي احتجاجا نتج عنه استمرار الإضراب والثورة إلى أن اضطر الاحتلال البريطاني إلى تبديل سياسته بإرسال لجنة بيل عام 1937 التي أعلنت تقسيم فلسطين لأول مرة بين العرب واليهود الصهاينة عام 1954 الثورة الجزائرية الكبرى بدأ الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830 وقامت عدة ثورات ضد سياسة فرنسا الاستبدادية وفرضها اللغة الفرنسية ومحاربة اللغة العربية ومصادرة الأراضي وتوزيعها على المستوطنين الفرنسيين أبرزها ثورة الأمير عبد القادر الجزائري لكن الاحتلال الفرنسي استمر بتجاهل مطالب الشعب في الحرية والاستقلال فكانت الثورة الجزائرية الكبرى عام 1954 التي تلقت دعما عربيا من سوريا ومصر فاضطرت فرنسا للتفاوض مع الجزائريين بسبب ضغط الرأي العام الداخلي والأزمات الاقتصادية والمالية والخسائر التي تكبدتها فكان استقلال الجزائر بعد توقيع اتفاقية إيفيان عام 1962 وقد لقبت ببلد المليون شهيد أبني أفكاري 1. كم استمر الاحتلال الفرنسي للجزائر؟ 92 عاما 2. هل انتهى احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين؟ وما الدليل؟ 3. لا لأن الكيان الصهيوني لا يزال يحتل أراضينا في فلسطين 3. ما المشكلة التي يعرضها الجدول الزمني؟ 4. الاحتلال والثورات التي قامت ضده 4. ما الحل الذي قام به كل من الفلسطينيين والجزائريين؟ 5. فسر استمرار تواجد الكيان الصهيوني في فلسطين حتى الوقت الحاضر 5. ضعف وتشتت الموقف العربي ووقوف الدول الاستعمارية الكبرى مع هذا الكيان الغاشم 6. اكمل الجدول الآتي بما يناسبه من أوجه الشبه والاختلاف بين الثورة الفلسطينية الكبرى والثورة الجزائرية الكبرى 7. أوجه الشبه؟ 8. كلاهما كبد العدو خسائر فادحة 9. كلاهما شمل معظم مناطق البلاد 10. كلاهما أجبر العدو على التفاوض وتغير سياسته من العنف نحو اللين 10. أوجه الاختلاف 11. الثورة الجزائرية انتهت بخروج المستعمر الفرنسي من الجزائر 12. الثورة الفلسطينية لا يزال الكيان الصهيوني يحتل أرض فلسطين 12. بطولة لا تعترف بالحدود المصطنعة للأمة العربية 13. عز الدين القسام من أبناء مدينة جبلة السورية 14. جمع المال والسلاح لنجدة الثوار في ليبيا ضد الاحتلال الإيطالي 15. قاوم الاحتلال الفرنسي لسوريا فأصدر الفرنسيون حكم الإعدام بحقه 16. فغادر إلى حيفا بفلسطين وتولى فيها إمامة جامع الاستقلال وخطابته 17. شارك بمقاومة الاحتلال البريطاني والصهاينة 18. إذ نظم المتطوعين لإعلان الثورة وبدء العمليات المسلحة 19. إلا أن الاحتلال البريطاني كشف أمره 20. فدارت معركة غير متكافئة بين الطرفين انتهت باستشهاده 21. وكان لذلك الأثر الأكبر في انتشار الثورة الفلسطينية الكبرى 21. الشكل رقم 12 22. البطل السوري عز الدين القسام 22. ما بين 1880 حتى 1935 23. أبني أفكاري 23. ما رأيك بدور عز الدين القسام؟ 24. يمثل دور العربية الغيورة على أرضه وقضايا أمته 25. على ما يدل إعلان عز الدين القسام للثورة الفلسطينية الكبرى 25. على أن القضية الفلسطينية قضية كل العرب شكرا